أول عملية خداع جرت على الكتل والأحزاب كلها هي بموافقتهم طبعا هم بدفع من بلاسخار بموافقتهم على تصعيد الرقم للاشتراك أو تصعيد رقم المشتركين بالانتخابات وهم كلهم يعرفون أن المشتركين بالانتخابات لم يتجاوزوا 15 إلى 16% أكثر رقم هذا من وافقوا على وصولها أول يوم بعد انتهاء الانتخابات تعتقد ساعة بالسبعة سبعة ونص أعلنوا عبرنا الثمانية وثلاثين ونص أو أعتقد تسعة وثلاثين أنا عرفت رح يصير شد وجذب ما بين هاي الفاسدة بلاسخارت والكتل وكل الأحزاب بلاسخارت تجي توعد الأحزاب بلاسخارت تعرف كان أكو كثير من الشوائب تشوب هذه الانتخابات كان أكو تدخلات وما زالت تدخلات دولية مثلها مثل سابقاتها من كل عمليات الانتخاب بالعراق اللي جرى بعض الكتل والأحزاب انخدعت كانت تتصور أن هذه الانتخابات ستسير مثل ما سارت 2018 أو 2014 أو 2010 توقعوا هذا وبالذات أنا دا يخلي بين قوسين هم الفتح وباقي من الأحزاب والكتل أو الشخصيات التي خسرت فجأة بالانتخابات ولا إلا يعني أستاذ ليث إحنا أربعتنا عراقيين أنا مواطن عربي من شمال أو غرب شمال العراق أنا ما عقلي ما يستوعب أنه بيت الحكيم اللي عمرهم مئة سنة بالدولة العراقية وبالسياسة وبالمراجع وبالدين يجي ابن لهم أو شخص من بيت الحكيم يدخلوا انتخابات يطلع له بمقعدين كل مقعد جايب له واحد جايب يدعش ألف وشوية واحد جايب تسعة ألف يعني جمهور بيت الحكيم بالعراق كله عشرين ألف يعني ما أقوله هسه بله حيدر العبادي يقول هذا سياسي حزب الدعوة عنده تجربة في رئاسة الوزراء كانت فاشلة كانت ناجحة بس تعالوا قلعوني يعني عمار الحكيم بيت الحكيم كلهم جوا بهاي الميت سنة جابوا وتاريخهم ونزلوا بهاي الانتخابات يجيبون مقعدين هذا واحد اثنين الموضوع اللي نقدر ندخل به ليش مثل ما تكلم أستاذ الكندي على أي أساس مجلس الأمن مجلس الأمن وبعدنا ما صارنا 24 ساعة لانتهاء الانتخابات يراحوا بيقول انتخابات لزيها بغض النظر أنا كنت مقاطع وأنا كنت منشد المقاطعين بس أنا دا أتكلم حقائق أنا هاليوم لا معا ولا ضد بس دا أتكلم حقائق تجري به الساعة العراقية على أي أساس هذا الموضوع وين أكو انتخابات في دول العالم مجلس الأمن بعد بـ 24 ساعة يقول ايه نعم انتخابات نزيها وجرات ونشكر الحكومة العراقية على إجراء هذه الانتخابات النزيها وانت تشوف هاي شهر منه طلب منه طلب العشراء الدولي منه طلب الإشراف الفتح الفتح طلب إشراف دولي وليش معتر ضلعت تذكر من كان يقولون ما ريد إشراف بس مراقبة مو قلت لك انخدعو حتى هاي يعني في هذا التقرير ما لبلاس خارت أنا راح أقول للفتح واللي كل اللي واجهتهم بلاس خارت راح أقولهم ترى بلاس خارت ضحكت عليكم بلاس خارت بلاس خارت خدعتكم وأنا أقل لك أنا أقل لك ما كان أكو أدلة ولا سلموها أدلة كل الكلام اللي حدث أنه فلان شي فلان شي فلان شي أدلة ورقية إثباتية فيديوية تصويرية ما كان أكو وإذا كان أكو يجوزني معلوماتي خاطئة إذا كان أكو فليش ما هي استعملتها بالتقرير ما لنا تذكر ما هي سوت بنا بتشرين ستاد ليت قدام عيونها تشوف الشهداء وتشوف الفيديوهات وتشوف الجرحة بعتاد وأسلحة الدولة وتروح تذكر التقرير المالة قالت لا كل شي ما كو هذا أذرت فعل من قوات مكافحة الشغب فقط الدخانيات مثل ما كل دول عالم تعامل المتظاهرين